بعد انتهاء مدة اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان الذي دم ثلاثة ايام بمناسبة عيد الفطر يتجدد العنف في البلاد بعد هجوم جديد لطالبان السلطة الافغانية قالت ان مسلحين من طالبان هاجموا نقطة مراقبة في ولاية شمال العاصمة كابول ما اصفر عن مقتل عدد من قوات الامن عنفنياتي بالتزامن مع اعلان مسؤول امريكي بان الانسحاب العسكري من افغانستان سيتم قبل موعده المحدد وتكرار الرئيس دونالد ترامب دعوته للبنتاجون باعادة القوات الامريكية الى ديارها وبمجب الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير الماضي يتعين على البنتاجون خفض عدد قواته من حوالي 12000 الى 8600 جندي بحلول منتصف يوليو قبل سحب جميع القوات بحلول مايو 2021 لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الامريكية قال ان عدد القوات يبلغ بالفعل نحو 7500 جندي حيث يتطلع القادة الى تسريع الانسحاب بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا وكانت الحكومة الافغانية اكدت انها ستستمر في الافراج عن سجناء طالبان بمجب اتفاق الولايات المتحدة مع طالبان حيث افرجت السلطات عن حوالي 1000 سجين من طالبان حتى الان اشتركوا في القناة